موسيقى تختبئ البكتيريا في أماكن عديدة في أرجاء المنزل وتنمو في الأماكن الرطبة لذلك تعتبر الغسالة من الأماكن التي تنتشر فيها البكتيريا والجراثيم أسباب عديدة تؤدي إلى نمو الجراثيم في الغسالة فالإكثار من استخدام مواد تنظيف الثياب يعمل على تهيئة بيئة صالحة لنمو الجراثيم كما أن ترك الغسيل بعد غسله داخل الغسالة لمدة تتعدى الساعة يجعل البكتيريا تنمو بين الثياب ويعطيها رائحة كريهة كما أن غسل الثياب الملوث بالماء البارد من الأسباب التي تحفز نمو الجراثيم في الغسالة وعدم استخدام الغسالة لمدة طويلة يؤدي إلى نمو الجراثيم فيها واحد يجري يلاقي فرضا السودومونس وأيضا الإيكولاي أكو بعض الفطريات الأخرى التي تكون موجودة في البيئة لكن كلها لازم لا ننسى بأن المناعة الطبيعية لها دور كبير جدا في الوقاية من المرض إذا واحد صار عنده شك بأنه في الغسالة أكو تجمع تلوثي من الجراثيم يقدر يخلي رينس سايكل ويخلي وياه قاصر فقط رح يطخر معظم الغسالات نحن اليوم القاصر جدا جدا فعال في تضخير المواد قبل استعمالها للتخلص من الجراثيم وتجنب نمو البكتيريا في الغسالة ينصح بإخراج الغسيل بعد غسله خلال نصف ساعة على الأكثر وإذا بقيت لمدة أطول من ذلك يجب إعادة غسلها ويشدد الخبراء على غسل الملابس الداخلية والجوارب بشكل منفصل وبحرارة لا تقل عن 60 دراجة مئوية وتعتبر أشعة الشمس من الأمور التي تساعد في قتل الجراثيم لذا ينصح بتنشيف الملابس بوضعها تحت أشعة الشمس وللتخلص من الجراثيم في الغسالة ينصح الخبراء بإضافة كوب من مادة الكلورين إلى ماء الغسالة الفارغة مرة في الشهر من أجل تعقيم الغسالة ومنع نمو البكتيريا فيها إضافة إلى فتح باب الغسالة بعد الغسيل لكي تتبخر المياه من حوض الغسالة آسيا صفية الدين العربية